خلينا نقود مع حضراتكم الخبرين دولة كده بالتفصيل معانا على الهاتف دكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني مساء الخير على حضرتك ويمكن نبدأ بالقبر اللي لسه كنا نتكلم عنه أنطونيو جوتير شوية إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لإذاء الأطفال شايف أثر هذا القرار إيه وإزاي ممكن يؤثر على وضع إسرائيل الدولي فيما يخص وضعها العمل التجارة والأسلحة وغيره يعني ما تقوم به إسرائيل جعلها بين أقطاب العالم الذي يدعم فلسطين والقضية الفلسطينية وضعها صعب جدا بالنسبة لما ترتكبه من جرائم في قطاع غزة حرب إبادة مستبرة للأطفال هذا القرار من شأنه أن يعزز القرارات الصابتة التي اتخذت ضد إسرائيل والتي لم تنفذ بعد المشكلة في تنفيذ القرار وليس اتخاذ القرار اتخاذ القرار سهل ولكن ما نساعده من تغير في المواقف الغربية والأوروبية وبعد اعتراف دول أسبانيا وإرلندا والنرويج والعديد من الدول في العيام القادمة ستعترف بسلسطين يأتي هذا ضمن ما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة بالتالي الصورة الزهنية للعالم جهة إسرائيل تغيرت الآن إسرائيل أصبحت في القائمة السوداء أصبحت في محكمة العدل التولية أصبحت إسرائيل مستهدفة سياسيا ودبلوماسيا لن يبقى إلا التنفيذ هنا التنفيذ مشكلة المشكلة أن الإدارة الأمريكية دائما تقس وتأخذ حق الزيته ضد أي قرار يتخذ بشأن إسرائيل فبالتالي الإدارة الأمريكية هي التي تعيق كافة القرارات التي تتخذ ضد إسرائيل فبالتالي التنفيذ مهم ولكن القرار الذي استخذها اليوم هو مهم جدا أن تكون إسرائيل على القائمة السوداء وعن يحاكم مجرمي إسرائيل على رأس الميتانياهو وكلب وغيرهم بشأن ما ارتكبوه من جرائم في الأراضي الفلسطينية سواء في هزة أو في الضفة الغربية أو القدس ولكن كما تحدثت التنفيذ مهم والتنفيذ يتخذ إذا أمريكا علمت جيدا بأن إسرائيل غير مرغوب فيها وأن لا تدعمها بكافة الطرق فبالتالي التنفيذ مهم ولكن أن يقول قرار ويوضع في دواليب الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية فهذا شيء يقلق وإسرائيل دائما لا يعنيها القرارات ولكن يعنيها التنفيذ أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وصلت هذه النقطة دكتور ماهر صافي محلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا على وجودك معنا